أجواء هذه الزيارة يرصدها لنا الزميل توني مزرعاني توني نعم محمد بالفعل بعد مشاورات أجراها ديفيد هيل في بيروت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسية تباينت حسب مواقع أعلمية وجهات النظر بشأن اللقاءات التي أجراها المسؤول الأمريكي الذي اختتم زيارته إلى لبنان أمس فالمسؤول الأمريكي الذي كان قد دعا إلى تشكيل حكومة يمكنها دفع عجلة الإصلاحات استجابة لمطالب لبنانيين عاد ليؤكد أنه إذا شقت الحكومة طريقها بشكل صحيح واستطاعت تثبيت الاستقرار في الشارع فضلا عن ضمها وزراء مشهودا لهم بالكفاءة ونظافة الكف فستكون واشنطن أول الداعمين لها ووفقا لموقع المدن الإخباري فأن حزب الله والطيار الوطني الحر تعامل بواقعية مع زيارة هيل رغم توقعتهما بحسب مصادر مقربة منهما بأن هيل سيأتي لتحريد اللبنانيين وإفارة الفتنة بين القوى اللبنانية لكن هيل الذي أجل لقاءات وصفت بالهادئة حتى مع رئيس الجمهورية وصهره وزير الخارجية جبران باسيل أكد أن العقوبات على حزب الله مستمرة وسياستها تنفصل عن أي أمور أخرى ولم تقتصر زيارة المسؤول الأمريكي على الاحتجاجات وتشكيل الحكومة المنتظرة فقط بل طرح أيضا ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط وضمان أمن إسرائيل خصوصا فيما يتعلق بصواريخ حزب الله إذن المسؤول الأمريكي الذي أصر وفق موقع العربية نت على أن تشمل زيارته لقاءات مع مختلف مسؤولين من جهات سياسية عدى باستثناء حزب الله حرص على إيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تعتمد سياسة المقاطعة ووضع الفيتوات على شخص محدد أعود لك محمد شكرا لك توني